محور الحديث السياسي الذي يدور على طاولة الكتل السياسية عنوانه الجلسة الاولى والعنوان الاخر الذي يقابله انتهاء المرحلة الاولى وبين العنوانين يصطف المتعنتون من سياسية لاطار التنسيقي في وجه نتائج الجلسة الاولى بما يعني انها لن تمر مرور الكرام في اللغة الدستورية طبعا نصب الرئيس ونائباه لكن المحكمة الاتحادية هي طريق المشككين لدستورية نتائج الجلسة الاولى لكن في المطلق جملة وتفصيلا بحسب القانون وتفصيل ما جرى على انه جرى وفق الدستور لا بعيدا عنه اما عنوان انتهاء المرحلة الاولى وما قبل الاخر لتحديد شكل الحكومة ورئيسها فهو العنوان الذي يؤكده زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر الذي يقود الكتلة الاكبر في البرلمان الخامس ويضع تحته الثوابت الحمر لصناعة حكومة اغلبية وطنية في تلك الحالة فان التحذير الذي اطلقه الصدر بعدم السماح لتهديد الشركاء والسلم الاهلي يصب في صناعة بيت سياسي مستقر وفق القانون بعيدا عن منازلة سياسية بائسة على حد قول المفككين لطبيعة الازمة الحالية الصدر اعلنها بفتح باب الترحيب لمن يحسن الظن بهم وهي دعوة لمن يريد صناعة حكومة اغلبية وتأكيد المؤكد في هدف الصناعة السياسية الجديدة والتي يريد السواد الاعظم في العراق ان تنطلق لتغيير المستحيلات من عوائق السياسة والاقتصاد والسيادة في الافق ايضا ترقب بنكهة الحذر الشديد لمآلات الايام القريبة المقبلة ذلك تنقب يتصاعد وفق الصورة الحالية التي تعكس لون الاحتدام او التعنط دون النظر الى ما يحتاجه العراق بعيدا عن خلطات العطار التي ربما يبحث عنها سياسيون بمذاق المحاسسة او اثارتها اشتركوا في القناة